هناك نوعين في حكام دول وفي زعماء شعوب وصناع دول فرق بين مجرد حاكم وبين زعيم شعب وصانع دولة أو صانع عهد ومن هؤلاء الأخيرين والد تونس الحديثة الحبيب بورقيبة أو كما هو لقبه في تونس المجاهد الأكبر اللقب التاريخي هذه شخصيات لا يمكن أن تتجاوزها ولا يمكن أن يتجاوزها حتى خصومها والمخالفين لها مثلا الأخوان في تونس الممثلين في جماعة النهضة وغير جماعة النهضة نحن نعرف أنهم في عمق ضميرهم ورأيهم على خلاف واختلاف مع رؤية ومشروع وخط وتوجه والسياسات الزعيم التونسي لا بل العربي لا بل الشرقي الحبيب بورقيبة لكنهم طبعا خلص تحول بورقيبة إلى رمز فلا يستطيعون أن يتجاوزوه إلا بلحن القول أو بالتعويل أو بالتذاكي من هو بورقيبة؟ هو رمز تونس الأول وكيف صار قلبة وروحة وعقلة وتاريخ تونس الحديثة وأحد مفاخر الزعماء العرب في العصر الحديث لأنه لم يكن مجرد راغب في الحكم ومؤسس لحزب وباحث عن مغانم سياسية بل كان صانع نهضة ومؤسس دولة حديثة دولة حديثة فعلا وجوهرة مشعة هي تونس الخضراء هو لماذا صعب أن ينافس أحد هذه المكان الكبرى المحفورة على جدران تونس العتيقة لمحرر تونس الحديثة وباني نهضتها الكبيرة حتى اليوم لماذا صعب التنافس مع شخصية وقيمة بورقيبة بحيث صار الحفاظ على الإرث البرقيبي مصدرا من مصادر الشرعية الشرعية السياسية لأي لاعب سياسي تونس اليوم المجاهد الأكبر لقب لا له بورقيبة بسبب صراعه الطويل ضد المستعمر اعتقل مرات وسجن في تونس ومرسيليا وليون وحسني نيكولا حيث خلصته القوات الألمانية النازية عند احتلال فرنسا فعاد إلى وطني اعتقل مجددا بعد اندلاع الثورة التونسية مطلع الخمسينيات وتنقل بين السجون في تونس وفرنسا لكنه عاد عام 1955 عودة مظفرة استثمر الزعيم الكبير الحبوب بورقيبة في الإنسان التونسي لذا كان التعليم بالنسبة له هو أساس الأساسات عند بورقيبة أو بود تونسيين كان مطلب التعليم في تونس إحدى مطالب الأساسية للحركة الإصلاحية والوطنية في تونس خلال فترة الاستعمار الفرنسي لذلك كل الوطنيين التونسيين كان تركيزهم على هذا الأساس ضرورة تعليم التونسي وإخراجه من غياهة الجهل والأمية وفي هذا الإطار تبنى الزعيم الحبيب بورقيبة هذا المبدأ وأراد أن يكرسه سواء في تنقلاته أو في جولاته الدعائية خلال ترأسه لحزب الدستور الجديد وعندما تولى الحكم قرر أن يكون التعليم أولوية الأولويات ولذلك قام بكل الجهد الممكن من أجل توفير التعليم في كل تونس باعتبار أن فكرة الحبيب بورقيبة هي أنه يرغب في أن يسوس شعبا متعلما على أن يسوس شعبا جاهلا وقد تبين من خلال مجريات الأحداث سواء خلال فترة حكمة أو ما بعد فترة حكمة وإلى حد الآن أن هذه الفكرة كانت صائبة كما قلنا في مستهل الحديث هناك رؤساء وحكام دول في كفة وهناك زعماء زعماء في قلوب الناس ونفوس الناس وهم يصنعون الزمن وينسجون الدول والعهود بطلنا اليوم وكل يوم الحبيب بورقيبة هو من هذه القماشة النادرة الثمينة هو جوهر التونس المضيئة عبر الزمان بلا خبو ولا خفوت رثأ الشاعر التونسي القدير أحمد اللغماني الحبيب بورقيبة حين وقف على قبره وكتب هو بنفسه تقدمة لهذه المرثية فقال هذه مرثية غير عادية لزعيم الله كالزعماء يقال له الحبيب بورقيبة أيها الراحل الحزين وتمهى البعض حين فليحديث أخير لست آسى أن المقادير أقصتك فللحكم هبة وفتور سوف تبقى على الضمائر كابوسا منيخا تنهد منه الصدور قد يطيح الإعصار بالدوحة الفرعاء لكن تبقى ترف الجذور ثم يشقق الأديم وينمو من جديد دوح عتي قدير إلى اللقاء